برحمة الله وبركاته برحمة الله وبركاته برحمة الله وبركاته من المدن التي تحيط بهذه المدينة العتيقة والمعروفة وكذلك تم العثور على مجموعة من الصور التي تدل على أن هذا الدجال كان يبتز ضحاياه وكان كذلك يمارس عليهم شذوذه الجنسي بطريقة وحشية حتى أن الأبحاث والتمحيصات التي قامت بالشرطة القضائية وأنا أوجه رسالة شكر وتقدير وامتنان واحترام لهذه الشرطة القضائية التي وقفت بنفسها ووقفت بعينها وصهرت على أن تظهر حقيقة هذا المجرم المنافق الذي شوه الإسلام والمسلمين وضحك على بنات المسلمين وعلى أعراض الرجال أقول وأسطر عليها بخط أحمر ضحك على أعراض الرجال والسحوذ على قلوب بناتهم وقلوب نسائهم ولا ننسى إخواني أنه كان يبتز الأخوات عبر الواتساب أو عبر الهاتف كي يعبن إليه من أجل ممارسة الرديلة وكان يصورهن بكاميرات يعني كان يضع في أماكن غير معروفة لا تتير الانتباه ثم يقول أحبة لكي أوضح للرأي العام أن هذا الشخص وليس راقي لأن الراقي الشخص يخاف الله عز وجل الشخص يرقي ناس بالقرآن الكريم لا يرقيهم لا بسحر ولا بتميمة ولا بتعويذة ولا بحجاب الراقي وشخص يتلو كتاب الله تعالى ويقرأ القرآن ويحافظ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف هذا مدعي العلاج ولهذا إخواني أنا كنت دائما أسافر إلى مشارق الأرض ومغاربها وقد سافرنا إلى علماء في المغرب في جنوب المغرب ومشرقه وإلى الخليج العربي وإلى تركيا وغير من الدول العجمية لكي نبرهن ونبين ونثبت للناس على أن الرقي الشرعية الصحيحة تكون بالقرآن لا تكون لا بالسحر ولا بالشعوذة ولا بالدجل ولا بالتمائم هذا الشخص هو ليس رقي أعيدها مرة وألف مرة هذا الشخص هو الساحر كي يفهم من رأي العام أن هذا الرجل ليس براقي لكي نصحح الموضوع ونعطي نظرة طيبة على الرقاط الشرعيين أنا لا أعمم أن كل الرقاط من رقاط شرعيين هناك دجاجلة وسحرة يعني طوروا عملياتهم وطوروا نصبهم واحتيالهم على الناس وأصبحوا يلقبون أنفسهم بالرقاط لكي يوهموا الناس على أنهم رقاط لكي يأتيهم الناس ويستحوذون عليهم ثم أذكر ناس على أن يذهبوا مع نسائهم وبناتهم وأولادهم إلى الرقاط وأن يذهبوا بالمحارم وأن لا يرسلوا نساءهم ولا أولادهم إلى الرقاط بدون محرم الإنسان يذهب مع زوجه أو يرسع الأقل أخته أو أمه أو والده إلى راق ما إذا أراد أن يعالج ابنته أو ولده ونازال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا بصفة راق شرعي ولله الحم صلت وجلت في بقاع الأرض وجارست مجموعة من العلماء والمقاطع موجودة على قناتي وعلى مجموعة من القنوات بينا فيها وعبر منابر إعلامية وطنية ودولية بينا في حقيقة الرقية وأظهرنا حقيقة الرقية ونبهنا الناس وبما أننا لدينا الصبق والأقدمية في الميدان فواجب علينا الحذر والتحذير والتنبيه والتذكير كي لا يقع لأناس الآخرين ما وقع لهذه الأخت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر